فاستطاعت ألسيلة النيران التهام حلوم فهل يا ترى ستكون قادرة على تمس الحقيقة وإخفاء ملابساتها؟ سؤال يضع نفسه بعد اندلاع الحريق الثاني في هذه الشقة بمنطقة المنيل في مدينة القاهرة المصرية التي وجدت فيها الطالبة اليمنية مونى مفتاح مقتولة وعلى عنقها آثار خنق إثر حريق لا يفصله عن هذا سوى عشرون ساعة جريمة ذهبت كل الاستنتاجات حولها على أنها أتت بدافع السرقة خصوصا بعد اختفاء كل ما كان بحوزة الطالبة من مال وأجهزة إلكترونية كما تقول زميلاتها اللواتي حاولنا تخميل ملابسات الجريمة على أن القاتل تبعها من محل الصرافة وأكدنا أنه كان بحوزتها مبلغ سبعة آلاف دولار تاركات الكثير من التساؤلات والشكوك التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعية وقفة احتجاجية أعلن عنها أبناء الجالية أمام السفارة اليمنية اعتراضا على موقفها المتراخي حسب وصفهم وهي التي قالت في بيان صادر عنها أنها تتابع القضية وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور صدورها من قبل السلطات المصرية في موقف لا يستغربه الكثير من المواطنين من سلطات لطالما عجزت عن القيام بدورها تجاههم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر